طيب ايه كصته الضامن المالي دا لازم ابقى حد عارفو ولا ممكن اي حد عادي لازم يبقى عيش في المانيا ولا ممكن فاي مكان في اوروبا ايه اصلا الشروط الي تنطبق عليه علشان اقول compressor اللي ان البلاء دام دة يعرف يضمنى وهال الكفالة الشخصية دى تمفى على اي فيزا تانية غير فيزا الدراسة او بس فيزا الدراسة كطالب طيب ممكن الضامن المالي دا يكفل اكتر من طالب او اكتر من حد في نفس الوقت وللا طب حوار الضامن المالي ده بياخد وقت قديه اصلا علشان تعمله. وبالنسبة للتكلفة هل الموضوع هيبقى مكلف على الضامن المالي مسلا ان هو يروح يدفع فلوس للدولة علشان يبدي اضمني بها ده البلوك ده اكاونت ولا هيبقى نفس التكلفة او قريبة منها فاكس اللي اتنين شبه بعض خلاص مش لازم مش لازم نسأل حد. طب الكفالة دي ممكن تبقى الكام سنة ولا الكام شهر. ممكن يكفلني لحد ايه. طيب لو فرضنا ان الضامن المالي بتاعك عايش في برلين. وانت الجامعة بتاعتك في ميونخ. لازم تعيش معاه او تبقى الجامعة في نفس البلد اللي قريبة منها ولا انت ممكن تعيش عادي في مكان تاني او تروح جامعة تانية في مكان بعيد خالص عن الضامن المالي بتاعك. اسئلة كتيرة جدا جدا تخص الضامن المالي. انا حاولت اجمع معظم الاسئلة اللي انتو بتسألوها عن الضامن المالي ده وهنجاوب عليها كلها دلوقت. خليني نبدأ ونقول ان الضامن المالي ده شخص ما. ممكن يبقى قريبك ممكن يبقى صاحبك ممكن يبقى صاحب صاحبك شخص ما. مش لازم بقريبك خالص. ودي اجابة على سؤال. ويكون عايش في المانيا. مش في اي مكان تاني في اوروبا. لازم يبقى عايش في المانيا. ودي برضو اجابة على سؤال تاني. ومش شرط خالص يكون الضامن المالي الماني او معاه الجنسية الالمانية. ممكن اي حد باي جنسية عايش في المانيا وبيشتغل وبيدفع ضرائب ودخله يسمح ان هو يكفل حد يقدر يعمل كده. يعني ببساطة الشروط اللي لازم تتوفر في الضامن المالي هو انه يبقى عايش في المانيا مش شرط الجنسية بتاعته خالص ان دخله هو ده الشرط الاساسي ان دخله يسمح ان هو يكفلك. واللي بيحدد دخلك هيسمح ولا لا هو مكتب الاجانب. طبعا لما هو بيجيب ورق من او مكتب الضرائب علشان يعرفوا دخله قد ايه. وبيقدموا المكتب الاجانب واللي بيقرر مكتب الاجانب اذا كان ده دخله يسمح ان هو يكفلك على حسب هو متزوج ولا لا بيعول اسرة ولا لا. هو مكتب الاجانب هو اللي هيقرر حاجة زي كده. بس والشرط الاساسي ان هو يكون قادر ماديا على انه يكفل طالب او اتنين او تلاتة. مش مهم العدد. مهم دخله يكفي ولا لا. وانس ان انت لقيت حد بينطبق عليه الشروط دي. هو ما بيعملش اي حاجة غير انه بيروح مكتب الاجانب بيمدي على ورقة اقرار كده ان هو ضمنك ماليا من اكل وشرب وسكن وهيصرف عليك ومصاريف الجامعة وكل حاجة لو حصل اي فاينانشل بروبلم ليك هو المسؤول عنها قدام الدولة. فلو انت عايش في المانيا او عايز تضمن حد لازم تبقى واصق فيه كويس جدا. تكلفة الورقة تقريبا رسوم ادارية كده حوالي عشرين تلاتين يورو وحاجة زي كده فيعني لا تذكر بالنسبة والعشر تلاف وخمسمائة يورو حتى وقتين هزا معرفش هيزيد بعد فترة ولا لا بس غالبا هيزيد يعني. طيب السؤال اللي بعد كده هل الكفالة الشخصية دي تنفع لكل الفيز ولا بس فيزة الدراسة? الاجابة ببساطة تنفع لأي فيزة. الدومين المالي بيكفل اي حد ماديا قدام السفارة. سواء جاي سياحة جاي علاج جاي دراسة جاي وقت ما هو جايب. لسه في اسئلة ايه يا ربي? اه بتاخد وقت تقديه. الكفالة قصة الكفالة دي بتاخد وقت تقديه. مجرد ما الكفيل بيروح كفيل حسيت نفسي في السعودية قوي. مجرد يعني ما الكفيل بيروح مكتب الاجانب وبيقول لهم ايه الاوراق المطلوبة بيقولوله عليها وبيجهز بيمدي على الاوراق بتاعته هي بتاخد المشوار او اتنين لمكتب الاجانب بالكتير قوي مجرد ما ان الموظف يراجع الورق ويتأكد من ان دخله يسمح بس خلاص كده بيديله الورقة دي وهو انت بيبعتها لك روح بيها السفارة بدل وبتروح بيها لما بتيجي المانيا وتعيش خلاص بتيجي تعمل الاقامة بتاعتك وتيجي تجدد الاقامة بتروح بنفس الورقة برضو بتجدد الاقامة ومش بتحتاج للبلوك ده اكاونت. فالضامن المالي ده حاجة عظمة فشخة. خليلاقي ضامن المال يا جماعة يعني يا ريت يعني تسوش اخوكو يعني اي حاجة علينا كده احنا خارجين ومزبطن لكم الدنيا وستاب كاملة وبتاع ودرون وقصة علشان يعني نعمل لكم فيديو يساعدكم يعني شوفونا دون مالي معاكو يعني صواح الفل. طيب السؤال اللي بعد كده اه هو ممكن يكفلني قد ايه? ممكن يكفلني سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا ايه? اللي بيحدد المدة دي هو الكفيل نفسه. يقول والله اللي هو ده البلاد الم اللي جاي ده انا ممكن اكفله السنة ولا الاتنين بتقعد دراسة وخلاص بعد كده انا مش مسؤول عنه بقى يتحرق بجازة. فاللي بيحدد القصة دي هو الكفيل نفسه مع مع موظف المكتب بتاع الاجانب. محتاج تعرف ايه تاني? ازا كان الدومين المالي عايش في بلد وانت جمعتك في بلد تانية لازم تعيش معه ولا لأ? الاجابة لأ. ممكن عادي هو بقى عايش في اي حتة في المانيا وانت جمعتك في اي حتة. الدومين المالي او البلوكد اكاونت بالنسبة للصفارة وبالنسبة للدولة هم حاجة واحدة. كده انا بقى غطينا كل حاجة تخص الدومين المالي او اول بديل البلوكد اكاونت. بتمنى لكم كل التوفيق من قلبي والسلام عليكم. ايه الغبر اللي جات علينا دي? اعرف ده مين نفخ ده? استغفر الله الرغين الله. ما عليكم? يا نهر اسويد نحلة. نحلة خمس تلاف يورو يا دين ام ايه? قتل النحلة هنا بالمناسبة خمس تلاف يورو غرامة. تلاقي خمس تلاف يورو كده بيحوموا حواليك كده. المهم كنا بنقول ايه? الصيف بقى جماعة. الصيف بقى وقعرف الصيف بقى. الدرون اللي فوق دي هابلاني. ايه ناس بتصور بدرون هابلاني. اعزي اطلع اطلع الدرون بتاعتها عنقرهم اللي الدين هنا.